بحقيقة دورة الخمستاشر يعني له تاريخ مع رجالة المصر القومة المصري وأن يتم التكريم تدار الأولى المصرية الغالية علينا وهذا التكريم يعني ليه جزء الثقافة وجزء مخراج الثقافة المصري أكثر من خمسين سنة مصرح والتاريخ محمد صفحي في المصرح ليشهد له القاسي والداني إيه الجديد اللي ممكن قدمه محمد صفحي لأجيال القادمة لمنها الواضح بمرضان القومة المصرح وأن أغلبه موجود منه أصول الثقافة الجماهرية المصرح الجامعة الشباب محتاجين من حرارك الدعم بشكل جميع إيه الدعم ممكن دعك بحقيقة أنا بقدم دعم بقالي خمسين سنة إن أنا بعمل في حل السدين المصري بيتقدم لها ألف وآلف وآلفين من كل المحافظات ويختار منهم مجموعة علشان تاخد كورس تتدربوا وتدرس مجاناً بلا مقابل بشرطاً يمتلك المغيبة بس أنا بقول إن دا عناء بالنسبة للمحافظات النتيجة مقاهرة أو مواظب على الدراسة ولكن هم يحتاجين إن هذه البؤر الثقافية هي اللي تصنع الحراكة الثقافية في سبعة ورشين محافظة كل محافظة جافئة أكتر من تجمعها النهاردة ما نقدرش نتكلم عن الثقافة الوحدة نعم نتكلم على ثلاث محاور لبناء المساء اللي هي التعليم والثقافة والفن يعني داخلها الفن من الثلاثة الإعلام المفروض الثلاث روافد دول هم اللي بيشكلوا وجدان الطفل اللي عنده ست سنين اللي نهتم ليه هو جزء من التنمية المستدامة والأهم عنصر في التنمية المستدامة إن الطفل ست سنين دا بعد عشر سنة يستطيع أن يأخذ أمه للخدوة التكريمك في المعارضان المنصورة الأول لسه منهم من فضلها وريبة شايف إن المحافظات محتاج تكون فيها المعارضان في مصرح تدعم المصرح بتاع المحافظات والأفقارين طبعا هو الأساس زي ما أنا قلت هناك في التكريم في المنصورة إن رجال الأعمال في كل محافظة فلاش يعني مش شرط يواجهوا فلوسهم للقورة أو للرياضة بس لا لو في رجال أعمال عشرين تلاتين بابل أعمال في كل محافظة يستطيع أن يبنوا عشرات المسارح يوكمان يكسبهم أنا من الناس اللي كنت بلاقي المشكلة دلوقتي آنية كنت في بداياتي كنت كل مصرحية أفتحها بس تشتغلها مثل ثلاث سنين أو أربع سنين لازم ألف محافظات مصر إن كانت فيه مسارح فيه محافظات اندسل منها المسارح وفيه محافظات بقى فيها مسارح على أعلى مستوى وفيه مصرحة وفيه مصرحة وفيه مصرحة وفيه مصرحة يعني أسمع إن فيه محافظات بقى فيها مسارحة بس ما تقدرش تتحرك بمحافظاتين ثلاثة دا محتاج إن بدلا ما تنقل الجمهور من منصورة أو تنقلوا من الزائزية أو تنقلوا من البحيرة أو تنقلوا من الصعيد لا لما يبقى فيه مصرح مجهز المحافظات دي حيبسهل على الفرق حتى المصرحية اللي بالقاهرة إنها تعمل الترنيق أو الجو طلعنا من مصرحة وروحة للسينما بعد واحد ثلاثين سنة حتى ترجع تاني بالمعادلة صف فيلم تعتبروني مختلف كنا عن تحصيلها فيه لا مفيش للوقت سنة بتتكلم على أبطال إنما هو الفيلم بيعد بحضرة بقاله دوات ثلاثين على سنة وأنا بقول إنه هو ده الفيلم اللي رجعني إن أنا قاعدة أشتغل سينما الداني لأنه يتكلم عن حدث جلد ممكن يحصل في العالم مو حدش يتكلم عنه الفيلم هو طبعاً من كوميديا أساس ولكن الغصرة كمان من اللي حيحصل مؤلمة